من الحفلات برضو اللقيا تفاعل كبير قوي على السوشيال ميديا هو حفل فنان تامر حسني ضمن فعليات مهرجان العالمين المقرر يكون يوم الجمعة الجاية ان شاء الله موضوع ده متصدر الترند على السوشيال ميديا وخصوصا على الصفحات الرسمية لتامر حسني الجمهور متفاعل بشكل كبير قوي مع الحفلة ومنتظرها بشكل كبير وكتبوا يمكن كتير من الكومنس اللي بتأكد انتظارهم للحفل بفارغ الصبر والمعروف عن تامر انه كل سنة يمكن بيقدم حاجة مختلفة في حفلاته السنة اللي فاتت يمكن في مهرجان العالمين كانت حفل الافتتاح هو قدمها ويمكن عمل حاجة مختلفة جدا غير الرقاصات الجميلة اللي هو بيقدمها كمان يمكن طار على المسرح ودي كانت من الحاجات المختلفة السنة دي كمان أحمد عصام يمكن أكد انه السنة دي تامر ناوي يعمل حاجة مختلفة جدا فلناوي يروح الحفلة أكيد هتنبسته جدا كمان حالة من التفاعل الكبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي على البوستر الخاص بمسرحية البنك سرقوه والمقرر عرضها ضمن فعاليات مهرجان العالمين من الفترة من 22 لغاية 24 أغسطس المسرحية دي من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأشرف عبد الباقي وميرنا وليد انتم تخيلين الكوميديا هتبقى عاملة ازاي؟ يعني كريم محمود عبد العزيز وأشرف عبد الباقي يعني لما يبقوا مع بعض هيعملوا ايه؟ ما فيش حاجة تانية ممكن تضحك يمكن اكتر من كده فالناس كانت مهتمة جدا جدا بالمصر حياة دي بعيدا بقى عن فعاليات مهرجان العالمين كان فيه موضوع كبير قوي كمان تصدر الترند بشكل كبير وهو الخبر الخاص بتوفير أوتوبيسات النقل للمواطنين لمهرجان العالمين الجديدة من القاهرة والاسكندرية للعالمين الخبر ده عمل حالة كبيرة من التفاعل الإيجابي خصوصا انه هيسهل كتير من على اللي حابب اكيد انه يحضر اي فعالية من الفعاليات اللي هتقام في الايام اللي جاية من القاهرة هتتحرك الأوتوبيسات من محطة عدلي منصور في معدين الاول 7 الصبح والتاني 4 مساء اما من الاسكندرية هيكون التحرك من محطة سيدي جابر في معدين الاول 8 الصبح والتاني 5 مساء